حالة من اليقص كده بتنتشر ما بين فانسي دي سي وده طبعا بسبب تأجيل فيلم زا باتمان الجزء التاني تابع للباتمان فيرس او للمخرج مات ريفز واللي بنعرفه هنا كده ان الفيلم ده هيتأجل سنة كاملة يعني بدلا ما الفيلم كان يتعرض معانا سنة الفين خمسة وعشرين هيتعرض معانا سنة الفين ستة وعشرين خدنا كده في حالة النهاردة نفهم كل حاجة بالتفاصيل ونشوف ايه سبب تأجيل الفيلم وكمان نعرف اخر الاخبار حوالين فيلم سوبرمان والتسريبات ان نزلت مؤخرا توضح كده زي سوبرمان هيكون عامل ازاي وقصة الفيلم بس الاول كده كان عادة بفكرك معايا لو انت اول مرة تدخل هنا على القناة فهنا بنتكلم عن كل حاجة اللي علاقة بعالم دي سي وعالم مارفل فما تنساش تعمل تسبسكرايب وتفعل الجرز علشان يوصل لكل جديد اول باول وكمان اللايك والكومنتات ويلا بينا نبدأ فجأة كده بنشوف خبر محبت جدا وهو تم تأجيل فيلم زابات مانتو للمخرج مات ريفز وده بعد ما كان الفيلم ده المفروض يتعرض معانا في اكتوبر الفين خمسة وعشرين كده بيترحل لالفين ستة وعشرين في شهر اكتوبر برضو هن يعتبر السنة كاملة كمان هنستنى الفيلم ده بعد ما كان المفروض يتعرض في الفين خمسة وعشرين علشان خطوة زي دي تسبب احباط كبير جدا عن ديفانزي دي سي وانه هو ازاي بعد عرض الفيلم الاول من فيلم زابات مان سنة الفين اتنين وعشرين هنستنى الجزء التاني كل السنين دي علشان خطر في النهاية تعرض معانا الفين ستة وعشرين طبعا زي ما احنا عارفين ان كان فيه كلام كتير ان العالم ده هيتوسع بل كمان مات ريفز احتمال كبير ينهن عالم ده بعد السلسية الخاصة بزابات مان يعني كده بيتم التأكيد معانا انه من نسبة الجيرة هو كمان فيه جزء تالت عشان ده ودينا التساؤلات كبيرة جدا يطرد الوقت بعد عرض الجزء التاني من فيلم زابات مان الفين ستة وعشرين كده الجزء التالت هيتعرض معانا امتى وده هنا اللي يخلينا احنا كفانز نحبط بشكل كبير جدا ان من الاساس مفيش خطة واضحة يعني على قد ما مات ريفز هو عاوز يوسع العالم بتاع فيلم زابات مان انه كمان يعمل منه اعمال مشتاقة وزي ما احنا عارفين كده ان فيه مسلسل زي بينجوين ان المفروض كمان مات ريفز كان ناوي يعمل اكتر من عام المشتاقة من سلسلة زابات مان ولكن هنا في الاول وفي الاخر انت بتدور على الاساس بعد الوقت الجزء الاول يتعرض معانا سنة الفين اتنين وعشرين ولمفروض الجزء التاني كان يتعرض معانا السنة دي ولكن بيحصل تأجيل علشان خاطر يتعرض الفين خمسة وعشرين وبعدها بيتم التأجيل السنة كاملة وانت هنا بتتكلم في كام سنة علشان خاطر تشوف الجزء التاني من سلسلة زابات مان ولي لحد دلوقتي لسه مش عارفين ايه اللي ممكن يتعرض بعد الجزء التاني من سلسلة زابات مان كان من اعمال مشتاقة او حتى الجزء التالت من السلسلة ده اللي بيعرفك كده ان العالم بتاع باتمان فيرس بعد التأجيل اللي حصل ده للأسف فيه تخبطات ومش مفهوم لحد وقتنا هذا علشان هنا بعد الخبر ده نروح بقى للنظريات اللي كانت بتقول ان جيمس جون اتدخل في العالم ده هو كمان عاوز ينهي العالم ده بدري علشان خاطر يبقى التركيز كله مع العالم السينما الجديد خصوصا مع شخصية باتمان اللي هتتقدم معنا في العالم الجديد الفيلم الخاص بيها زابريفن زابولد يعني من الاخر كده جيمس جون مش عاوز اي تركيز مع اي شخصية تانية غير الشخصيات اللي هقدمها في العالم السينما الجديد ده يمكن اتضح بشكل كبير جدا بعد التحديد كده للموسم الرابع من مسلسل سوبرمان اند لويس وده اللي بتعرض على سي دابيو واللي تم التوضيحنا بشكل كبير ان استوديهات دي سي مش عاوزة تعرض اكتر من عمل لنفس الشخصية في اكتر من مكان من الاخر كده احنا معانا شخصية سوبرمان اللي هتتقدم وهتكون بداية لعالم السينما الجديد الاولوية طبعا هتكون للشخصية دي بالتالي مش محتاجين يكون معانا شخصية سوبرمان في اي مكان تاني علشان كده حددوا ان المسم الرابع من المسلسل سوبرمان اند لويس ده هيكون نهاية المسلسل ده عشان في النهاية ما يكونش معانا غير شخصية سوبرمان واحدة فقط على السحب الكامل وهي شخصية سوبرمان بتاعت ممثل ديفي كورنسويت اللي هتتقدم معانا في العالم السينما الجديد فاعتقد برضو ان نفس الحوار ده هيتطبق برضو مع شخصية باتمان لان اذا ما احنا عارفين كده ان في شخصية باتمان هتتقدم معانا في العالم السينما الجديد وعلى الجانب التاني في الالس وورلدز او العوالم الاخرى في شخصية زباتمان التابعة للمخرج ماتريفز وان المفروض ان العالم ده كان مبني بالشكل كويس جدا وكان المخرج مركز فيه جدا فعشان كده النظريات في الوقت الحالي بتقول ان هنا بشكل من الاشكال جيمس جون هيتدخل في العالم بتاع باتمان فيرس علشان حاجة من اثنين لا اما باتمان بتاع ماتريفز ينضم العالم السينما الجديد يكون هو اللي هيتعمله فيلم زبريفن زبولد اما العالم ده مش هيكمل لحد الاخر يعني هنا ممكن بالكتير يتعامل الجزء التاني من سلسلة زباتمان تقفل الموضوع ده على كده بيخلي فانزي دي سي هنا تقول النظريات دي وتتكلم في الموضوع ده سبب ان جيمس جون اتدخل قبل كده وكان بالفعل عاوز ينقل شخصية زباتمان دي للعالم السينما الجديد ولكن هنا المخرج ماتريفز رفض نقطة زي دي فهنا جيمس جون مش بيتوقف لحد هنا بعد كده بنعرف كده ان العالم بتاع ماتريفز كان المفروض برضو هيعمل مسلسل مشتاق من فيلم زباتمان والمفروض المسلسل ده كان تحته مسمى اركام اسايلام علشان بعدها جيمس جون يستحوز على المسلسل ده ويضمه للعالم السينما الجديد ده يعتبر كده كان اول تدخل من جيمس جون في العالم بتاع باتمان فيرس اللي كان وقتها بيأكد الشكوك ان فعلا جيمس جون كان عاوز يضم شخصية باتمان للعالم السينما الجديد انها جيمس جون كمان مش بيتوقف فقط لحد هنا للكمان بيكلم المخرج ماتريفز انه في المستقبل هينتج له اعمال داخل العالم السينما الجديد مما بيزيد الشكوك اكتر عند فانزي دي سي كده جيمس جون بالفعل مش ناوي يخلي ماتريفز يكمل العالم بتاعه لحد النهاية ولي زود الشكوك اكتر من كده كمان احنا الفترة اللي فاتت ما كناش سامعين اي حاجة عن الجزء التاني من فيلم زباتمان دا ما بنسمع اخبار حوالين الاشرار اللي ممكن يظهروا في الجزء التاني فقط ولكن وقتها كمان الاخبار كابت اكتر من مرة ان ما كانش فيه اي سكريبت للجزء التاني من فيلم زباتمان الخبر دا بيتم تأكيده بشكل اكبر كمان من القاست بتاع فيلم زباتمان لما بيوضحوا كده ان السكريبت بتاع الجزء التاني لحد دلوقتي لسه ما وصلش لينا اذا كده المشكلة كلها في السكريبت بتاع الجزء التاني ان هو الحد دلوقتي ما تعملش وده بالفعل اللي توضح مع خبر تأجيل فيلم زباتمان لالفين ستة وعشرين وهو ان ده سبب تأجيل الفيلم بسبب ان لحد دلوقتي ما فيش اي سكريبت تتعامل للفيلم بتاع زباتمان فيه اخبار تانية بتأكد كمان ان السكريبت بالفعل موجود لكن لسه ما تعملش عليه التعدلات الاخيرة هنا جايبين المشكلة كلها في الإضرابات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت هي إضراب الكتاب وإضراب الممثلين أنا بصراحة مش شايفها منطقية أول الدرجة دي إن حاجة زي دي هي السبب إن يتأجل فيلم السنة كاملة إنك إنت هنا لو جيتك كلمت على نقطة زي دي إن هي السبب فعلا في تأجيل الفيلم سنة كاملة كمان فخلينا أقول لك هنا إنت فين من وقت عرض الجزء الأول من فيلم زبات مان سنة 2022 إنت شوف عندها كام سنة كنت ممكن فيها بكل سهولة تخلص سكريبت الجزء التاني وحتى كمان لو جيت هنا تتكلم على التخبطات بتاعة دي سي أعتقد هنا التخبطات دي كلها ملاش علاقة أساسا بعالم ما تريفز اللي دي يعتبر كلها كانت تخبطات في العالم السينمائي فعشان نعرف هنا كمان إن الجزء التاني من فيلم زبات مان تأجيله كمان للسنة كاملة ده بسبب إنه هو يقدم لنا القصة قوية جدا يتقدم هنا كمان من ضمن الشخصيات شخصية الجوكر طبعا مش عافزة أتكلم عن نقطة دي كتير لإنك سبق وتكلمت عنها قبل كده لكن هنا ملخص كلامي كفاية حال بالشخصية الجوكر فهنا يقال إن شخصية الجوكر بالفعل هتظهر معانا في الجزء التاني من زبات مان هنا بعد ما طبعا تم اعتقاله يقدم هنا معلومات لشخصية بات مان على مدار الفيلم كمان هنا يتقدم معانا قاتل متسلسل على مدار الفيلم وهيستخدم هنا الجلد بتاع ضحيوة علشان خاطر يغير وجهه ولكن ده هنا برضو في الاول في الاخر مش هيناسي فانزي دي سي التأجيل اللي حصل إنهم هنا شايفين إن برضو في النهاية الفيلم ما يتأجلش الوقت ده كله أو هنا على الأقل خالص ما ناخدش السنين دي كلها علشان خاطر نشوف الجزء التاني من بعد الجزء الاول لإن الفيلم كمان هنا يعتبر فيلم واقعي والميزانية بتاعته مش ضخمة لإن مش داخله كتير سي جي اي وقام كل الكلام ده ولأسف برضو فانزي دي سي مش مقتنع حوار تأجيل الفيلم بسبب إن السكريبت مش كامل أو ما تمش تعديل عليه ده هنا يودينا الكازة نظرية أول نظرية إن بالفعل مقصود إن فيلم باتمان المخرج ماتريفز يتم تأجيله لـ 2026 علشان ده يدي المساحة الكافية لفيلم سوبرمان إن المفروض يتعرض لـ 2025 طبعاً لأيكون بداية العالم السينماء الجديد التابع للمخرج ورئيس ستوديوهات دي سي جيمس جان لرغم إن شايف إن دي ممكن تبقى حاجة إيجابية إن مش هيكون في أي أفلام تانية من دي سي غير فيلم سوبرمان فقط لكن الحاجة السلبية إن مش هيكون في فيلم من عالم دي سي غير سوبرمان وده هيكون قصاد المطحنة اللي هتنزل من مارفل ما وضحتها قبل كده إن للأسف هينزل في وقت معاية فيلم سوبرمان فيلم الفانتاستيك فور وفيلم فانتاستيك فور وبالضخامة دي للأسف هين هيأثر بنتيجة سلبية على فيلم سوبرمان فبالتالي هنا كده تكون ميزة إن هيكون في فيلم تاني من عالم دي سي في نفس السنة هو فيلم زباتمان خصوصاً لو فيلم سوبرمان محققش النجاح المطلوب يبقى هنا فيلم زباتمان يعوضنا عن حاجة زي دي يغطي على مشكلة سوبرمان بنجاحه علشان بقى نروح هنا للنظرية التانية إن سبب تأجيل فيلم زباتمان تو سنة كاملة ده بسبب تدخل إدارة دا بي بي في الموضوع وإن إدارة دا بي بي بالفعل هي أصدح حاجة زي دي وإن هي تأجل الفيلم سنة كاملة علشان خاطر يده الفرصة الكاملة لفيلم سوبرمان وإن هيكون البداية الحقيقة للعالم السينماء الجديد إن هيكون كل اهتمام من فان زي دي سي على فيلم واحد فقط وهو فيلم سوبرمان علشان في النهاية الفيلم ده فعلاً ينجح وإذا هنا في النهاية الفيلم نجح وحقق الإراضات المطلوبة فإذا ده هيدي أمل كبير على استمرار العالم بتاع جيمس جون ويأكد كده إن العالم ده بالفعل هينجح ولكن في النهاية لو الفيلم ما حققش النجاح المطلوب يبقى كده منتأكد إن العالم ده ينتهي من قبل ما يبتدي علشان بعدها هنا أقدارة دا بي بي تنزل بالخطة البديلة هو في فيلم زباتمان تو للمخرج ماتريفز نسبة كبيرة إقدارة دا بي بي هتركز وقتها على الفيلم ده أو العالم بالكامل لشان العالم ده يكون بديل لخطة جيمس جون عن النظريات دي بدأت تنتشر بشكل كبير بسبب التسريبات الأخيرة عن فيلم سوبرمان فسبب واتكلمت قبل كده عن التسريبات اللي اتكلمت عن فيلم سوبرمان إن الفيلم ده يكون مزانياته ضعيفة من الآخر كده مش هنشوف مشاهد بسيجو اي كتيرة لحسب الأخبار اللي كانت منتشرة كده إن مش هيكون في الفيلم بالكامل غير مش هالطيران واحد ولكن هنا على قد ما الأخبار دي انتشرت وانتشرت بشكل كبير بس أنا وقتها قلت إن أنا مش شاف إن الخبر ده منطقي تحيل بصراحة إن جيمس جان يسمح بحاجة زي دي ولكن بعيد عن الأخبار دي بيظهر أخبار تانية وأول حاجة كده بنعرف إن زيب هو بنسبة كبيرة هيكون كلاسيكي إحنا هنشوف شعار سوبرمان على الرداء الأحمر بتاع البدلة بعد الخبر ده بنعرف كده من زوجة بيتر سافران رئيس استوديهات دي سي مع جيمس جان تقول إنها بالفعل شافت بدلة سوبرمان أما هنا نشرت صورة شعار سوبرمان بتعمل لايك كده على تعليق نكاتب إنه هو عجبه بدلة سوبرمان الجديدة إن هي هتكون كلاسيكية فاللايك بتاعها هنا على الكومنت ده بيأكد كده معانا إن بنسبة كبيرة البدلة بتاعة سوبرمان تكون بالفعل كلاسيكية لكن لحد وقتنا هذا مفيش كلام رسمي بس طبعا كلنا شفنا الشعار وشفنا كمان إن جيمس جان مهتم جداً بموضوع الشرط الأحمر إنه يكون فوق البنطلون ولا تحت البنطلون فإذا بعد الكلام ده وبعد كمان اتمام جيمس جان بحاجة زي دي نكده بنسبة كبيرة هنشوف بالفعل زي كلاسيكي لشخصية سوبرمان اللي هيظهر معانا على مدار الفيلم سأنا بالنسبة لقيه يعني اللبس الكلاسيكي مش هيكون في مشكلة مشكلة كبيرة هنا على الأخبار المنتشرة مؤخراً أولين إن الفيلم نفسه هيكون قصته كلاسيكية ودي الأخبار حرفين لبدء التخوف معظم فانزي دي سي ومش مفهوم لحد دلوقت فيلم سوبرمان هتدور أحداثه إزاي هكوننا عارفين كده إن الفيلم ده هو خاص بشخصية سوبرمان لكن هيتقدم معانا شخصيات رهيبة جداً من أبطال السوبر يوروز واللي زي ما وضحت لك في الحالات اللي فاتت إن بالنسبة ده هيكون جاستيس ليج انترناشنال الشخصيات دي كلها متواجدة في الفيلم إلا وايزة جيمس جان هنا ممكن يقدم لك الشخصيات دي كلها في مشهد واحد وبعد كده أحداث الفيلم هتدور على شخصية سوبرمان أو كلار كينت وربما الشخصيات دي كلها بنعرف كده من خبر كمان إن الممثل ديفو كورنسويت الممثل اللي هيقوم معانا بدور سوبرمان في العالم السينما الجديد الممثل ده هيظهر معانا بدورين في فيلم سوبرمان يقول إنه هو ممكن يظهر معانا بشخصية بيزارو أو شخصية سايبورج سوبرمان لكن لحد دلوقت مافيش برضو أي تأكيد رسمي حوالين الموضوع ده ففي كده الأحوال بعد الأخبار كلها بتنتشر حوالين فيلم سوبرمان لا أعتقدش إن جيمس جون في النهاية وبعد ده كله يقدم لنا فيلم رخيص حتى لو دي كلها شخصيات تتقدم معانا في الفيلم ده لكن برضو بالرغم من ده كله بس للأسف دي سي في الوقت الحالي ما بقاش فيها حاجة محمسة خاصة كمان بعد تأجيل فيلم سباتمان يعتبر من دمن الأعمال الأسطورية داخل دي سي أو العوالم الأخرى فهنا فيلم سباتمان يمكن كان عليه إقبال كبير وكمان كان قصة حلوة واللي كان نهايته بيوصل كده إن إحنا ندخل على جزء تاني أحسن من الجزء الأول لكن هنا للأسف بسبب التأجيلات دي هتخلي الحماس صفر مع فانزي دي سي على بال ما ينزل الجزء تاني وإحنا دلوقتي مقدمناش حل غير إننا ننتظر فيلم سوبرمان واللي على الأمل إن الفيلم ده فعنا يعوضنا عن تأجيل فيلم زباتمان بل كمان إن خلينا نتحمس للعالم السينمائي الجديد وفيلم باتمان الخاص بجيمس جون فدي كده يمكن تكون كل حاجة حوالين أخبار فيلم زباتمان وعالم باتمان فيرس الخاص بالمخرج ماتريفز كمان التسريبات والأخبار نزلت مؤخرا عن فيلم سوبرمان للمخرج جيمس جون لشان هنا وكده نكون وصلنا للنهاية الحلقة ما تنساش لو أنت أول مرة تدخل هنا على القناة تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلوا بكل جديد أول بأول وكمان اللايك والكومنتات وبيس